عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اجتماعا مع هيئة التشاور والمصالحة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتفعيل عمل مؤسسات الدولة وشدد رئيس الوزراء على أهمية الدور المعول على هيئة التشاور في السناد جهود الحكومة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة وحل أي إشكالات تواجه ذلك بدوره جددت هيئة التشاور والمصالحة الحرص على دعم جهود الحكومة في تنفيذ خططها للإصلاحات والتعامل مع التحديات المستجدة مؤكدين طلاع الهيئة بمهامها ودورها وتهيئة الظروف المناسبة للاستكمال استحقيقات المرحلة الانتقالية